أوقفت وزارة الإدارة المحلية موافقات شراء أليات مستعملة للبلديات بسبب تعطلها الدائم وارتفاع كلفة فاتورة صيانتها هذا ما أكده وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان خلال جولة له في بلديات نعور وحسبان واجدد أهالي لواء نعور مطالبتهم باستكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي تأخر نتيجة جائحة كورونا بحسب الوزارة ولأن الشركة المنفذة للمشروع لم تتقيد بالمدد الزمنية وشروط العطاء طلب عضو مجلس محافظة العاصمة بسحب قيمة كفالة حسن التنفيذ التي توفق وتودع في حساب وزارة المياه والريل شراء المعدات الأزمة لإتمام مراحل التنفيذ كاملة وكانت سلطة المياه قد أكدت سابقا على أن تشغيل محطة الصرف الصحي سيبدأ منتصف شهر أيلول الماضي والتي ستخدم سبعمائة منزل في اللواء موضوع الصرف الصحي في لواء نعور موضوع شاك فهو من عام 2018 جاهز للتنفيذ وقوم من المراحل في الوزارة بشكل شبه أسبوعي وعود كثيرة تطلق من الوزارة وأنني أطالب معاني وزير المياه بإسالة الكفالة المالية الخاصة بالشركة الكورية وتنفيذ باقي المشروع من خلال الوزارة لأنه طال الأمد في هذا الموضوع